تعالوا بقى نروح لزميلنا كريم أحمد وبنسبة الحديثة عن محمد شريف لقاء مع محمد شريف لعب النادي الآن تفضل محافظة على تركيزك وإستدارك طول المتر فالحمد لله ربنا قرمنا وجبنا جن فوقت قاتل والحمد لله خدنا الدولة تعامل النفسي كان مهم جدا لأننا راجعين طبعا من المنتخب وما كانش فيه وقت أن أنت ترجع نفسي وتقدر تجدد الرغبة وتدفع بشكل كبير دي عايز العيبة خبرة زيك وزي أفشا وزي أكرم زي كل العيبة الحقيقة طبعا لما جينا مع أسكر النادي الأهلي خلاص فصلنا يعني فصلنا سيدنا من لفات قولنا نركز في اللي جاي عندنا بطولة مهمة، بطولة قرية كمان، مش بطولة مثلا بالكاسوا ماسة، بطولة قرية طبعا أنت عرف البطولات القرية دي، بتدفلك أكتر من البطولات المحلية بتحفر اسمك من زعب في تاريخ النادي الأهلي الحمد لله دي تاني بطولة ليها سوبر إن شاء الله الفتر اللي جاية نقدر أن نأخد كل البطولة اللي جاي بإذن الله خضرنا نحفل الصفحة في questa ديقة ونبدأ ن تفكر في اللجاية إن شاء الله لأن النادي الأهلي مطالب بكل بطول إن شاء الله يخشها مرحلة اللي جاية والفترة اللي جاية شريف شايفها بسوا أنا عندنا ماتشين في الدوري بنركزهم إننا دايما نفضل محافظين على سلسلة إنساناتنا في الدوري إن شاء الله يعني نحاول السنادي اللي الدوري يبقى في إيدينا ونخلصه بدري مش عايزين يحصل زي ما حصل السنة اللي فاتت فإن شاء الله نقدر نكسب الماتشين الجاهين في الدوري هيحطونا بعيد شوية عن المنافس إن شاء الله أسأل الجمهور اللي بيدعم شريف وبدعم النادي الأهلي منتظرين منه أكتر من كده كمان محمد شريف نجم منتخبنا الوطن ونجم النادي الأهلي تقول لكل جمهور اللي بيدعمك وبيتسندك بشكل كبير طبعا جمهورنا نادي أعلي دعم ومساند للفرعة كلها مش للشريف بس إن شاء الله بواعدهم إن شاء الله إن هعمل لموسم أحسن من اللي فات إن شاء الله إحنا كده كده لسه بدري في دات الموسم أنا ما قيبتش غرار بعد ماتشات في الدوري لسه بدري جدا الحكم دايما في النهاية إن شاء الله خير اللي جاي إن شاء الله براحة لك مبروك طبعا لكل نجومنا الحقيقة فرحة كبيرة جدا أنا كابتن أيمان أسيبك كمان أسيب كل الجمهور مع اللحظات وفرحة كل العباء النادي الأهلي في غرف خلع ملابس بعد تحقيق السوبر رقم 8 ليدخل دولة بطلات النادي الأهلي